المحلي أو الشأن القري لا ده شأن دولي كل دول العالم بتمر بيه والرياضات في العالم كلها طبعا القرار التعليق ده مستمر على الأقل يعني لغاية منتصف إبريل أو نهاية إبريل في دول أخرى اتخذت قرار التعليق حتى أوائل شهر مايو القادم فبالتأكيد احنا كل يوم معاكم في برامج الأهل الليلة بنحاول نتابع الأحداث خلال الفترة الأخيرة ونشوف الأحداث سرادية إلى أي مدى وصلت بالنسبة لتعليق النشاط وتعليق مباريات الدوريات لكرة القدم خلال الفترة اللي جاية. عايز أبدأ بحاجة مهمة جدا وكانت في إطار ما بين لعبي كرة القدم المصرية أو حتى لعبي كرة القدم في أوروبا ونجوم كرة القدم في أوروبا. ما بين فكر التحدي الخير اللي بدأ بيه وليد أزارو ثم سعد سامير وعدد كبير جدا من لعبي الكرة المصرية وما بين رسالة توعية لعدد كبير من نجوم الكرة في العالم ميسي كريستيانو زلتان إبرايموفيتش. انتم بتكلموا عن نجوم وأسماء كبيرة جدا كان لها رسالة توعية تمت على مدار الأيام الماضية وأعرضنا جزء كبير منها خلال الحلقات السابقة من برنامج الأهل الليلة. علاوة على ذلك كمان الفيديو اللي تم نشره على الويب سايت لي موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وهي رسالة توعية وتضامن وتعاون مع منظمة الصحة العالمية خلال الفترة اللي جاية. لكن في تحدي منه آخر وتحدي في إطاره أنت بتتكلم على أندية كبيرة ليها اسم ولها صيد كبير وعندها نجوم وعندها رموز كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة. التحدي بدأ من إمبارة. لسه طبعا الإعلام ما حسش قوي بالشكل أو باللايف ستايل اللي حصل على تويتر. لكن الفكرة في حد ذاتها أن الأندية بتتحدى بعضها في إطار كل نادي بيبرز عدد النجوم والنجوم الكرة والرموز اللي عندهم. وبيبدأ يتحدي عدد من الأندية عشان كل نادي يدخل بلد التحدي ويرد على تويتر ويقول كمان النجوم والرموز اللي عنده. البداية ممكن تمت خلال الساعات القرية الماضية من بعض أندية الكرة في أوروبا أو الدوريات الأوروبية. لكن الجميل أن نادي إي 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 إ الصفاقسي التونسي طبعا كمان ليفربول الإنجليزي وآيكس أمستردام الهولندي فبالتالي النادي الأهلي إبل تحدي فريق إيس روما الإيطالي وتحدى أربع عندية منهم ناديين عربيين بالتأكيد بنعتز بهم الهلال السعودي والصفاقسي التونسي وأيضا كمان فريق ليفربول الإنجليزي اللي طبعا موجود فيه نجميل المصر محمد صلاح وآيكس أمستردام الهولندي طبعا في نفس الوقت الصفاقسي على طول رد بعدها بساعة على تويتر وإبل التحدي من النادي الأهلي وكتب على صفحته الرسمية هاي الأهلي مرحبا بالنادي الأهلي وطبعا عدد النجوم والرموز اللي عنده بنتكلم مثلا على سبيل المثال سامي الترابولسي وحاتم الترابولسي ثم نادي الصفاقسي تحدى عدد من الأندية خلال الفترة القادمة يمكن كمان تحدى على المستوى الإفريقي تيبي مازمبي وعلى المستوى الأوروبي والدولي اليوفي فريق اليوفينتس الإيطالي وآيكس أمستردام الهولندي طبعا تحدي الصفاقسي على آيكس أمستردام تحديدا لأنه طبعا كان عنده نجم كبير حاتم الترابولسي كان أحد لعبي فريق الصفاقسي ثم احترف وكان من أبرز نجوم الكرة الهولندية أو تحديدا فريق آيكس أمستردام الهولندي فريق الليفر الليفربولة الإنجليزي إبل تحدي النادي الأهلي وقال أهلا وسهلا يا الأهلي وهلا فيك يا اتحاد الاتحاد السعودي كمان كان بيتحدى او الاتحاد جدى السعودي كان بيتحدى فريق ليفربول على تويتر وبيننا التحدي واساطرنا هم ايان راش ستيفان جيرارد واستورتنا القادمة بكل تأكيد محمد صلاح وبوب بايزلي دول نجوم وابرز نجوم فريق ليفربول عبر تاريخ وعبر السنوات السابقة لكن يشيل ممازل ان قال في الختام استورتنا القادمة النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول على صفحته رسمية عبر تويتر تحدى كل من ريال مادريد باريس سان جيرمان وفريق يوفنتوس الايطالي هي الفكرة رايحة في اطار ان طبعا ما فيش اي نشاط قرأ وما فيش مباريات قرد قدم خلال الفترة الحالية ففي افكار بيتم تدولها سواء على مستوى اللاعبين على مستوى الاتحادات وعلى مستوى الاندية وكانت الفكرة بصراحة ممتازة عبر وسائل التواصل الابتماعي من خلال تويتر والاندية تتحدى بعضها من خلال ابرز النجوم الاهل ابل التحدي وقال نجومه مختار التيتش صالح سليم محمود الخطيب محمد ابوتريكا ثم تحدى بالتأكيد ابرز النجوم او ابرز الاندية الاوروبية خلال الفترة القادمة الشيء بقى اللافت للنظر في الموضوع ده نادي سانداونز نادي سانداونز النهاردة صباحا عمل شيء طيب جدا على تويتر وده بيأكس الروح الرياضية رغم ان النادي الاهل اقصى سانداونز من دور التمانية في دورة ابطال افريقيا لكن نادي سانداونز على تويتر عمل شيء رائع وشيء مميز جدا عمل ايه عمل شير لتويتة النادي الاهلي على تويتر وقال دون نجوم ورموز النادي الاهلي بطلب من جمهور نادي سانداونز خلال الفترة اللي جاية يدخل في الكمنس في التحدي يقول بقى ابرز اربع نجوم وابرز اربع لعبين لعبوا في نادي سانداونز خلال السنوات الاخيرة الماضية عمل تحدي من نوع جديد يعني مقبلش التحدي او مدخلش في تحدي مع عنديه وقال أبرز نجومه لأ عمل تحدي مع جمهوره خد شير أو عمل شير لتويتة النادي الأهلي والنجوم البارزين ونجوم الكرة طبعا في النادي الأهلي ثم طلب التحدي من خلال جماهيره وأن جماهير سانداونز تدخل بقى في التعليقات وتقول أبرز النجوم الأربعة اللي كانوا بيمثلوا سانداونز خلال السنوات الأخيرة شيء طيب وشيء جميل وده شيء إيجابي ممكن بعد فترة الأمور دي ممكن تكون سبب في تهدئة وطيرة التعصم ما بين بعض الأندية اللي كانت موجودة في فترات سابقة قلتلكوا في بداية الكلام في بعض الأمور ممكن تكون سلبية بنعيشة في اللحظة الحالية لكن أكيد هنخرج من المحنة والأزمة دي ببعض التعليقات الإيجابية اللي بتمر علينا خلال الفترة الحالية من ضمن التعليقات الإيجابية هذا المشهد الموجود عبر تويتر واللي بدأ منذ الأمس أو في الساعات الأولى من صباح اليوم وبعض الأندية عمل التحدي في إبراز النجوم واللاعبين اللي بالتأكيد كان لهم تاريخ طويل جدا وسطروا تاريخ جبير جدا مع أنديتهم خلال الفترة الأخيرة سوال أندية العربية أو حتى الأندية الأوروبية وبالطبع الأمر كان بيهمنا بالنسبة لنادينا النادي الأهلي المصري ترجمة نانسي قنقر